أهلا بكم وسط تركب تصعيد من المتوقع أن يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية في لبنان يأتي تقرير تليغراف محملا بالإدعاءات حول تخزين حزب الله كمية هائلة من الصواريخ والأسلحة داخل مطار لبنان بيروت الرئيسي وفورا عقب هذه الإدعاءات عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مؤتمرا صحفيا البارحة في تمام الساعة السادسة مساء لضحطنا في كل هذه الإدعاءات واليوم كان هناك جولة تفقدية كبيرة لعدد كبير من الوسائل الإعلامية إن كانت اللبنانية والمحلية والعربية وعدد كبير من السفراء للتفقد كل مرافق المطار أهلا بك مع علي وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية أهلا بك ضيفا كريما على شاشة القاهرة الإخبارية نسعد بك اليوم وخاصة بعد كل هذه الإدعاءات من صحيفة تليغراف البريطانية حول وجود الأسلحة والصواريخ داخل مطار لبنان مطار بيروت الرئيسي مطار رفيق الحريري الدولي اليوم بداية سعادة الوزير كيف قرأت تقرير صحيفة التليغراف أول شيء أهلا وسهلا فيكم قناة القاهرة الإخبارية في وزارة الأشغال العامة والنقل وفي لبنان بطبيعة الحال القراءة واضحة العدو الإسرائيلي ليس من اليوم لبل من عقود يمارس الخرق الجوي بشكل مستمر في الأجواء اللبنانية وخصوصا فوق مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ضيفي من بداية حرب غزة 7 أكتوبر 2023 عم بيشوش على الأقمار الصناعية في شرق المتوسط ليس فوق اللبنان فقط وهذا تقرير كتب في تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي الإيازة المعنية بسلامة الطيران للاتحاد الأوروبي وحذروا أن هناك تشويش على الأقمار الصناعية مما يسبب مشاكل لسلمة الطيران والطائرات ليس فقط الطائرات التي تهبط في لبنان أو تقلع من لبنان لبلغ الطائرات عبورا عبر لبنان وكل شرق الأوسط وشرق المتوسط تحديدا انتقلنا للبارحة من قراءتها تعلنا من خروقات جوية عبر الطيران إلى حرب نفسية إلى حرب نفسية للنيل من سمعة مطار رفيق الحريري الدولي بيروت من النيل من سمعة لبنان في مرفق من أهم مرافقه اللي هو مطاره بتالي هذا الموضوع نحن عملنا قراءة حول المقال ما ذكره في المقال وعلى أساسه دعينا لمؤتمر صحفي وفندنا التفاصيل ودعينا لجولة للدبلوماسيين والسفراء اليوم صارت الجولة بحضور وسائل الإعلام ودعينا لجميع السفراء طبعا كانت الدعوة عشر ونص صباحا كانت يمكن سريعة كان لازم تكون لو كانت سريعة كان لازم نحن ندعي الجميع ليس فقط هذا ما أنه موضوع انتقاس من سيادة لبنان لا بل بالعكس هذا لأنه نحن بنا نعتمد عامل الشفافية مع الدول اللي هي بتتعاطى مع لبنان طب إذن معالي الوزير اليوم في تقديرك إلى أي درجة يمكن أن يخلف هذا التقرير طبعات من شأنها أن تؤثر أمنيا على مرافق لبنان الحيوية سفر سفر هذا المقال هو مقال سخيف جدا لماذا؟ بالعقل والمنطي لماذا؟ أول شيء بني على مصادر مصادر حطين أسلحة صواريخ بني على مصادر تيليغراف معروفة في بريطانيا فلتكن مصادرها البرتمنت فور ترانسبورت البريطانية اللي هي بمثابة وزارة النقل البريطانية فلتكن مصادرها مصادر رسمية بريطانية مش مصادر مش معروف مين لأنه البرتمنت فور ترانسبورت عنده زيارة دورية سنوية لمطار رفق الحريوية الدولية بلو تكونوا في طائرات بتطلع من المطار وبتروع على لندن والعكس وآخر زيارة كانت بشهر واحد الفين واربعة وشرين وانده كامل الملف الامني للمطار لا بل نحن اي دي بارتمن فور ترانسبورت الايكاو اي اي منظمة معنية بالطيران نحن عم نفتح المطار على مصرعيه للكشف الهدف انه نحن عم نطبق المعايير الدولية على الرقم التاني عاملين في المطار مين اللي عاملين في المطار المعنى الاساس بالكشف على البضائع استيرادا وتصديرا من الجمارك اللبنانية طيب نحن بدن نشكك بالجمارك ما الجمارك اللبنانية الدول اللبنانية الرقم التالت الاياتة اتحاد النقل الجوي قال انه هن تواصلوا معهم بلحكوا شفتوا كل كل البيان نفي من اتحاد النقل الجوي الاياتة انه هذا الموضوع نحن ما لنا علاقة فيه ولم يصدر اي بيان ولم يصدر وما حدا حكي معنا ولا جوابنا حدا لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي ما نسبة الى الاياتة بقلب مقال التاليغراف هو غير صحيح هذا شو بيدفع يقول انه هذا مقال سخيف جدا هو حرب نفسية على الشعب اللبناني هذا الموضوع الشعب اللبناني لا بيخاف لا خاف من زمان ولا لا حيخاف اليوم ولا لا حيخاف بعد مئة سنة احنا شعب موجودين في أرضنا حندفع على أرضنا الى اخر لحظة ولاخر شبر بنيها أرضنا وكرمتنا وسيادتنا على قرارنا هي اهم معيار بالنسبة لنا بالدولة اللبنانية اذا ننتقل الان الى ما تفضلت به باحدث تصريح صحفي لك حيث قلت بان مطار بيروت قد استهدف العشرات السنوات ليكون وجهة لتشويه سمعة لبنان طيب اليوم الدعوة التي كنت بها في العاشرة والنصف صباحا في مطار رفيك الحريري الدوري هل يمكن يعني نوعا ما أن تغلق باب الشائعات والادعاءات أن تقلل منها نوعا ما لأنه تم اعتماد المنطق أول شي تم اعتماد المنطق بتفنيد زيف ذلك المقال تم اعتماد الشفافية من خلال الدعوة لوسائل الإعلام والسفراء أو من يمثل السفراء لزيارة ميدانية بقى داخل المطار وهذا بحد ذاته ينم عن تحمل مسؤوليتنا لكامل المرافق العامة وأبوابنا مفتوحة للجميع دون استثناء ليس فقط لمطار بيروت لبل لكل المرافق البحرية كنت معاليك أن وزارة الأشغال وطبعا بعد المباحثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاطي سوف تعتزم لاتخاذ إجراءات ضد صحيفة تليغراف البريطانية ولسيما في هذا التوقيت الحرج هل من إجراءات أخرى اليوم من شأنها إحباط تلك النوعية من الشائعات والتصدي لها؟ أول شيء بطبيعة الحال أكيد التنسيئة مع الرئيس ميقاتي هو على قدم الوصاق ليس فقط في هذا الموضوع في كل مواضيع وزارة الأشبع مع الرئيس ميقاتي تم النقاش حول كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية بالتالي طبعا فيه نصوص قانونية بالدولة اللبنانية والتي على أساسها يتم الانطلاق بإجراءات قانونية اليوم نحن رئيسة الحكومة عم تشوف مع المكاتب القانونية وهيط القضايا بوزارة العدل ووزارة الأشغال العنونية لحن نسع مع رئيسة الحكومة كيفية اتخاذ إجراءات قانونية ضد تليغراف ضد صحيفة التليغراف الأمر الثاني أنه يعني شوية شعور بالوطنية كمان من البعض في لبنان كمان منيح كيف حلق يعني للأسف البعض بيسوق لخبر كاذب من جريدة على أنه حقيقة ما هي دا بلدنا بالأخير ما كلنا عايشين فيه وهي دا بلد الجميع لا أنا فيه يعيش فيه لحالي ولا أنت فيك تعيش فيه لحالك بتله دا البلد مهما برمنا وين ما برمنا وين ما رحنا بالأخير ما نرجعنا بلدنا وين ما برمت الدول ومين ما حكي معنا بالأخير بنا نتحاور مع بعض ونحكي مع بعض وبالتالي خلينا نخفف عن البلد مطار رفيق الحرير الدولي بيروت ومطار لكل اللبنانيين وليس لفئة معين من اللبنانيين المرافق البحرية لكل اللبنانيين وليس لفئة معين فخلينا نوقف شوي حملات شيطنة المرافق العامة لمصلحة اللبنانيين خلينا نكون نشتغل لمصلحة اللبنانيين من خلال تلقى المرافق لأن نهضة لبنان لا حتكون بالدين ولا حتكون بالشحادة ولا حتكون بالهبات نهضة لبنان هي من نهضة مرافقه العامة وأولها مطار رافق الحرير الدولي بيروت طب إذن اليوم تتكلم عن كل هذه الادعاءات والشيطنة ولكن الادعاءات تلقى هي ليست الأولى من نوعها التي تمس في لبنان والآن مست في مطار لبنان هذا المطار كما قلت هو مهم للاقتصاد طب اليوم سبقتها ادعاءات أخرى مثل إجلاء بعض الرعاية من بعض الدول الأجنبية كذبها السفر كذبتها السفرات كذبها وزير الأعلام طب ولكن كيف رصدت ذلك؟ يعني اليوم ما الهدف من وراء كل هذا في هذا الطريق؟ تشويش سمعت لبنان حرب نفسية ضيفي عليها التليجراف لاش بس مع لبنان ومع فلسطين شو عملت؟ ومع غزة شو عملت؟ مع مستشفى الشفاء شو عملت؟ مع الرئيس الأمريكاني شو سابق سوى عملت بعيلته؟ يعني خلينا نعمل سورش على مظبوط على صحيفة التليجراف ونشوف نحن خلفية الموضوع مش هنقول للأسف بالنسبة لإلنا مطارنا مطار آمن مطار آمن ومطارنا ما يتعرض لهم من خروقات جوية مستمرة من قبل العدو الإسرائيلي هو من يسبب العدو الإسرائيلي مشكل على سلامة الطيران ليس فقط اللبنانة لبل بالمنطقة كلها سوى طب اليوم سعادة الوزير ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتباعها لتأمين مطار رفيق الحريري؟ مأمل وسط كل هذه التقديرات في أقرب تقرير التليجراف مطار رفيق الحريري باعتباره هدفا رئيسيا عسكريا يعني في حال إدلاع صراع أشمل ما بين حزب الله وإسرائيل هذا موضوع آخر الصراع إن أقدمت إن أقدم هذا الكيان على مغامرة تجاه لبنان لبنان زمان غير لبنان اليوم لبنان زمان اللي كان على أمور بسيطة العدو الإسرائيلي يشتاح كامل الأراضي اللبنانية اليوم لا اليوم اختلفت الصورة المعايير اختلفت لبنان أربعين خمسين سنة لورا غير لبنان اليوم مختلف تماما يعني كيف تطمئن المواطن اللبناني؟ أنا ما فيه أو طمئن أنا في حكومة لبنانية بالأخير أنا وزير بحكومة لبنانية أنا فيه أقوله كوزير أشغال أنا حريص تمام الحرص وكل المعنين بوزارة الأشغال العامل والنقل يكونوا أن يعملون على قدم وصاق لتأمين راحة المسافرين قدر المستطاع على تشغيل المرافق العامة لتزويد الخزين العامة بالإرادات الإضافية على تطوير تلك المرافق لكن القرار السياسي بالأخير قرار للحكومة اللبنانية هي من تقول كلمتها. طيب هل تأثرت اليوم حركة الطيران؟ أبدا اليوم بارح بالذات كان فيه فوق 200 طيارة إقلاعاً وهبوطاً يعني اللي هبطوا بالمطار أكثر من اللي أقلعوا من المطار واليوم؟ النفس العملية لم تتأثر حركة الطيران نهائياً كل هذه الشعات التي تحدثها الصحة الإلكمونية؟ السفراء جميعاً يدركون تماماً كل شركة الطيران دولهم تجي على مطار بيروت إن لم يكن آمناً كيف يسمحونهم لطيراتهم أن يجوا؟ الجميع يعلم أن هذا المطار مطار آمن والوحيد اللي بيأثر على سلامة ذلك المطار هو العدو الإسرائيلي واضحة لا لبس فيها هل رصدتم أي تأثير في حركة العمل داخل منشآت المطار؟ بالعكس يعني بسبب حالة الزعر التي خلصت على هذا المطار؟ شغال المطار والحمد لله شغال أبداً؟ لم يتأثر أبداً من رأي هذا المطار؟ أبداً لم يتأثر إذن ما هذه الإشاعات التي تتدولها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية؟ شرحناه شرحنا الجواب طيب اليوم إدعاءت يعني اليوم معالي الوزير تقرير تليغراف قال أن الاتحاد الدولي للنقل يريد إغلاق المطار ما هذا كذبوا الإياطا هل حقاً اليوم يمتلك الاتحاد مثل هذه الصلاحيات؟ أول شيء قرار المطارات إغلاقها أم فتحوا وقرار السيادي بيرجع للحكومة اللبنانية فقط لغير دون سواها بالعالم وممنوع منع بيتاً حدا يتجرأ على سيدتنا على قرارنا وعلى مرافقنا العام عشان هيك عمول لك أنا ولا زمن الخنوع والخضوة الأمر الإضافة اتحاد النقل الجوي اتحاد محترم له سمعته في العالم وكل شركات الطيران ونحن أولهم مرتبطين ارتباط مباشر في ذلك الاتحاد نفى ما نسب إليه في داخل المقال خلصة قصة طيب سؤالي الأخير لك مع الوزير ما هي رسالتك لكل العاملين في مطار بيروت في هذا الوقت يعني حيث تتردد فيه عملية حول عملية والشيكة على لبنان وعلى المرافق الحياة عم تسأليني سؤال إجابته مش عندي مش أنا مش نحنا للعاملين في مطار بيروت نحن مش نحن مش نحن البنقول أنه حنعمل حرب مش نحن البنان نضرب بالأخير أنا أقول ما هي رسالتك لكل العاملين في المطار اليوم أنا ما برجع بقول لك جوابك جواب بالأخير هيدا العدو هو عدو غدار هذا العدو موجود من يوم صناعة ذلك الكيانة على حدودنا ونحن بالنسبة لإننا بالنسبة لإننا ولا يمكن ولا يمكن أنه نحن نأمن لذلك العدو هلأ الوضع في لبنان معروف ، مطار نشغال مطار نشغال للأجهزة الأمنية الموجودة بالمطار هي مسؤوليتها حماية أمن المطار الأجهزة الجمركية الموجودة بالمطار هي مسؤوليتها ما تحتويه كل البضاع بالاستراض والتصدير المدري العامل، طرار المدني مسؤوليتها دخول كل المنشآت للمطار أن تكون شغالة ويعلى المعايير والأخرين الكل يعلمل في مطار رفيق الحرير الدولي بيروت من أصغر موظف لأكبر موظف على قدم الوساط لحتى نحاول في هالفترة العصيبة المالية التي مر بها لبنان اللي نحن ما قلنا زم فيها جينا يعني ما حدا يحكم علينا نحكم على الوضع بشكل عام عم يشتغلوا من اللحم الحي لحتى نقوم أمن استمارية ذلك المرفق لما يشكل من أهمية كبرى لكل اللبنانيين جميعا إذن على أمل أن لا يحدث أي شيء ويكون هذا التقرير فارغ كما قل حضرتك بالأمس في مقابلة حصرية للكاهرة الأخبارية شكرا لك على كل هذه الإضاحات مع علي وزير الأشغال علي حمي كنت ضيفا كريما على شاشة الكاهرة الأخبارية شكرا لك أول عمرك أهلا وسهلا فيك شكرا أهلا